السلام عليكم مرحبا جميعا وأهلا وسهلا فيكم بقناتي من جديد بدي أحكي بهالفيديو عن طعام يعتبر خارق وبنفس الوقت رخيص ومن أفضل الأطعمة اللي ممكن تدخلها بنظام الكيتو دايت حديثنا عن السردين السردين كتير من الناس ما بتعرف انه هو يعتبر من أغنى الأطعمة بالأوميغا ثري وبالقيام الغذائية ويعتبر واحد من الأغذية الخارقة والرخيصة واللذيذة بنفس الوقت لو كنت متبع لنظام الكيتو ما أعتقد انه في طعام أفضل من السردين ممكن تدخله بنظامك مثل ما ذكرنا السردين غني جدا بأحماض أوميغا ثري الدهنية كمية الأوميغا ثري بالسردين تعتبر أكتر بال13 ضعف من التونة والسردين غني جدا بالبروتين عالي الجودة وغني أيضا بالمعادن النادرة مثل السيلينيوم والزينك والنحاس والمنغنيز والفوسفور والكالسيوم وأيضا يعتبر من الأطعمة النادرة والقليلة جدا يلي عظامه يحتوي على الفيتامين D والخبر الحلو انه السردين كمان يعتبر من أقل الأطعمة وأقل الأسماك يلي بتحتوي على عنصر الزئباق السام ذلك مصنف على انه آمن بالاستهلاك حتى لو كان بشكل يومي واللي لازم تعرفوا انه كلما كان حجم السمكة أكبر وكلما كانت من فصيلة الأسماك المفترسة يلي في إلها أنياب كلما كانت نسبة الزئباق فيها أعلى والزئباق بيتخزن بهاي الأسماك الكبيرة بنسبة أكبر وأحد أسباب ذلك هو انها بتتغذى على الأسماك الأخرى إذن الأسماك الصغيرة والغير مفترسة مثل السردين يلي بتتغذى على العوالق هي أفضل شيء وأأمن شيء طيب كيف نستهلك السردين بأفضل طريقة؟ وهل في فرق بين السردين المعلب والسردين الفريش؟ في عندك خيارين اتنين يا أما بتشتري السردين طازج من سوق السمك وينظف ويطبخ وفي طرق كتيرة لذيذة بتدروا تشوفوها على اليوتيوب لكن حاول عدم قلي السردين بالزيت لأن عملية القلي بالزيت العميق بتأدي إلى احتراق الأوميغا 3 والكثير من الفيتامينات التالي لما بتقلي السردين بتخسر الأوميغا 3 وبتخسر الفيتامينات اللي فيه والخيار الثاني وهو الأسهل والمتاح لمعظم الناس هو شراء السردين المعلب أيضا السردين المعلب مفيد ومحافظ على كمية كبيرة من الأوميغا 3 اللي موجودة فيه ولكن كمان في نقطة مهمة لما تشتري سردين معلب حاول تشتري يا إما بزيت الزيتون يا إما بالماء حاول تبتعد تماما عن السردين والتونة يلي بيكونوا محفوظين إما بزيت دوار الشمس أو بزيت الصويا لأنفكر فيها كالتالي أنت حتتناول السردين لأنه بالدرجة الأولى بيحتوي على الأوميغا 3 بدك تاخد فوائد الأوميغا 3 مضادة الالتهابات مفيدة للعيون مفيدة للقلب للدماغ لكل خلية بجسمك لما يضاف له زيت سيء جدا مثل زيت الصويا هيأثر كتير على الفوائد يلي موجودة بالأوميغا 3 أن طبعا زيت الصويا معدل وراثيا وزيت الصويا غني جدا بالأوميغا 6 والأوميغا 6 طبعا بعكس الأوميغا 3 بتزيد الالتهابات بالجسم وبتزيد المشاكل والأمراض بالجسم فلي هذا السبب بدك تبتعد عن السردين المحفوظ بزيت دوار الشمس وبزيت الصويا تحديدا زيت الصويا هذا أسوأ شي وفي حال خلينا نقول أسوأ الخيارات ما لقيت غير متوفر استخدم اللي موجود بالزيت النباتي ولكن حاول تصفيه تماما من الزيت بعرف أنه هيخسر من فوائده ولكن شيء أحسن من لا شيء بتمنى يكون هالفيديو عجبكم استفدتوا منه ولا تبخلوا علينا بالدعم بالضغط على زر اللايك وإذا في عنكم أي سؤال تركوه لي بالتعليقات وشكرا على المشاهدة